بسم الله الرحمن الرحيم محمدًا عبده ورسوله سأل ربه أن يكون خير أيامه يوم لقاهه في دار القرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأبرار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون أحبتي في الله إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل مواسم العبادات والأوقات الفاضلة آخرها أعظم من أولها ومثال ذلك يوم الجمعة فآخره أفضل من أوله لأن فيه ساعة الاستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إثنة عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وكذلك جعل الله عز وجل آخر الليل أفضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى أفضل العبادة في آخر السنة وهي عبادة الحج والعمرة نسأل الله أن لا يحرمنا من الحج والعمرة وفي ذاك النوسم يوم يغفر الله فيه الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعجق الله فيه عبدا من النور من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملايكة فيقول ما أراد هؤلاء إذا نرى أحبتي أن الله عز وجل جعل آخر المواسم أفضلها وذلك لحكمة وحتى يربينا الله سبحانه وتعالى حتى يربينا الله جل وعلا على الاهتمام بالخواتين اللهم أحسن خاتمتنا يا ذا الجلال والإكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار اللهم أجرنا من النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وفي بعض الروايات وإنما الأعمال بالخواتين اللهم أحسن خاتمتنا ولذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه واجعل خير أيامي يوم ألقاك فاللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك يا من يعبد أذى لتوبته أعلى يقين من بلوغ غدي أمر في زلل على أمل ومنيته ومنية الإنسان بالرصد أيام عملك كلها عدد ولعل يومك أي هذا ولعل يومك آخر العدد اللهم توفن المسلمين وألحقنا بالصالحين وهكذا أحبتي جعل الله عز وجل آخر الليالي من رمضان أفضل الليالي قاطبة في السنة فاللهم بلغنا ليلة القضل اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اجعلنا ممن تتقبل منهم صالح أعمالهم في ليلة القضل اللهم ضاعف لنا الأجور اللهم وفر لنا الحسنات يا أرحم الراحمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير قل له اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا أرحم الراحمين ولا يحرم خيرها إلا محروم اللهم إن نعوذ بك من الحرمان اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان اللهم اجعلنا من السعداء بالصيام يوم القيامة يا أرحم الراحمين وأدخلنا من باب الريام وقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواثر من رمضان وكان بعض الصحابة يقسم على أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين كما كان يفعل ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه قال زر بن مبيش رحمه الله شعال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود أي الصحابي الجليل يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر ابن مسعود انظر إلى تربيته للناس قال من يقم الحول الذي يقوم الليل سنة كاملة الحول كله هذا لا مد وأن يحيي ليلة القدر ما دام يقوم الليل في سائر الليالي من السنة فقال أبي رضي الله عنه رحمه الله تعالى أراد أن لا يتكل الناس أي يقول أبي إن ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن لا يتكاسل الناس وأن لا يتكل فلا يحيو إلا ليلة واحدة قال أما إنه قد علم أنها في رمضان هذا راضح وبين ومحل اتفاق بين الصحابة أن ليلة القدر في رمضان اللهم لا تحرمنا من ليلة القدر اللهم بلئنا ليلة القدر قال وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أي لا يقول إن شاء الله من أجل ماذا؟ من أجل أن يقر هذا ويثبت أنها ليلة سبع وعشرين فقلت زر بن حبيش رحمه الله يسأل شيخه ومعلمه أبي بن كعب رضي الله عنه بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعى علىها وقال زر بن حبيش رحمه الله تعالى كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة السابع والعشرين تبقى ثلاث أي ثلاث ليالي من رمضان يقول الحافظ ابن عبد الضوء رحمه الله تعالى المالك قال النفس أميلا إلى أنها في الأغلب ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين على ما قال ابن عباس في الحديث إنها سابعة تنضي أو سابعة تبقى يعني إما أنها سبع ليالي تنضي من العشر فتكون ليلة السابع والعشرين وإما أنها تبقى سبع ليالي فتكون ليلة الثالث والعشرين وهذا أحبتي يميل لنا أهمية تلك الليلة ولا أقول أحبتي أنها لا محالة ليلة السابع والعشرين لأن بعض العلماء يقولون إن ليلة القدر تنتقن من سنة إلى سنة فربما في زمن أبي رضي الله عنه رأى تلك العلامة في ليلة السابع والعشرين ولذلك أقسم بأنها في سنته تلك كانت ليلة السابع والعشرين ولكن عدد من أهل العلم يقولون إن ليلة القدر لا تبقى في نفس الليلة كل سنة وإنما تنتقن ولكن رغم ذلك ينبغي أن تشتهد ليلة السابع والعشرين أكثر من اجتهابك في الليالي الأخر ولكن لا يعني هذا أن تتقاعس وتتكاثل عن الاجتهاب في جميع الليالي العشر فمن أراد أن يضمن هذا الأجر العظيم فعليه أن يجتهد في كل ليلة اللهم أعن على ذكرك وشكرك وعسن عبادتك اللهم أعن على إحيان ليلة القدر إيمانا واحتسابا أحبتي في الله كذلك أذكر نفسي وإياكم بفريضة زكاة الفطر وهي صاع من تمر أو من أرز أو من بر أو طعام أهل البلد وهذا مقداره في زماننا اثنين كيلو ونصف من طعامك الذي تأكله فإن كنت تأكل الأرز فانظر إلى نوع الأرز الذي تأكله وأخرج منه اثنين كيلو ونصف وإن كنت تأكل مثلا الكسكسي يعني الطمح فإذا تخرج منه اثنين كيلو ونصف وهذا هو مقدار زكاة الفطر فتخرج زكاة الفطر على نفسك وزوجتك وذريتك ومن السنة أن تخرج زكاة الفطر على الجنين الذي لم يولد بعده اللهم أصلح ذريتنا جميعا وهذا واجب عليك فريغة فرضها الله سبحانه وتعالى وينبغي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد يجوز لك أن تعطيها للهيئات الإغاثية ومن يجمع زكاة الفطر من الآن ولكن يُعطى الفقير زكاة الفطر حين يوم العيد قبل الصلاة أو قبل ذلك بيوم أو يومين لا أكثر حتى يستغل هذا الطعام يوم العيد حتى لا يبحث عن الطعام يوم العيد ومن أراد أن يزيد على ذلك صدقة مالية فله ذلك وهكذا نجمع بين اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم أن الفقراء بحاجة إلى النقود ألم تكن هناك نقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن هناك ذهب وفضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن الفقراء بحاجة إلى لباس في يوم العيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أننا نحن أذكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرنا نعلم ما لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أن المسألة خلافية وأن الأمر واسع ولله الحم ولكن إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رقي جمهور أهل العلم رقي أكثر أهل العلم فلذلك أقصح نفسي وإياكم أن نعي سنة رسول الله عسى الله أن يميتنا على سنته عليه أفضل الصلاة وأتمنى تسليم ثم ختاما أحبتي إن كان في يوم الجمع القادم يوم العيد فهناك بعض الأمور التي ينبغي أن نتفطن إليها وذلك أن التكبير العيد يبدأ من مغربية ليلة العيد إلى صلاة العيد نكبر اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد من ليلة العيد من بعد صلاة المغرب إلى بداية صلاة العيد وكذلك الاتسان واتطيب ليوم العيد وأن نتناول طعاما قبل فروجنا إلى المساجد وإلى المصليات وأن نلبس أحسن الثيام وأن نأخذ طريقا في الذهاب وطريقا آخر في الإيام هذه بعض المسائل التي تتعلق بالعيد نسأل الله أن يجعل أيامنا كلها فرحا وسرورا وأعيادا وأن يفرد كنوبات المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دا liebe Geschwister nun sind wir im Endspurt im letzten Drittel des Ramadan und daher gibt es nun umso mehr sich anzustremmen Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Weisheit hat er das Ende immer hervorgehoben so zum Beispiel am Freitag wie der Prophet salallahu alayhi wa sallam sagte gibt es eine Stunde in der die Bittgebete erhört werden und diese Stunde ist am Ende wie er sagte also nach Salat al-Asr in der letzten Stunde also vor dem Madrig-Gebet eine Stunde ungefähr vor dem Sonnenuntergang ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala das Ende der Nacht als bester Abschnitt festgelegt das letzte Drittel der Nacht in der Allah subhanahu wa ta'ala hinabsteigt und die Wünsche erfüllt derer die in dieser Zeit Allah subhanahu wa ta'ala anfliehen ebenso das Ende des Jahres hat Allah azza wa jall ausgezeichnet mit einer gewaltigen Ibadah einem gewaltigen Gottesdienst eben der Pilgerfahrt und an diesem Tag am Tag von Arafa verdiebt Allah azza wa jall sämtliche Sünde wie es der Prophet sallallahu alayhi wa sallam erwähnt hat daraus leiten wir ab wie wichtig das Ende ist denn Allah erzieht uns auf das Ende zu achten so sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam dass einige Menschen ihr Leben lang Gutes tun aber dann zum Schluss sündigen und daher in die Hölle gelangen andere wiederum sündigen ihr Leben lang doch zum Schluss tun sie Gutes und bereuen sie daraufhin gelangen sie ins Paradies und da sagte er ausschlaggebend ist das Ende und daher liebe Geschwister lernen wir auch im Ramadan wie wichtig es ist das Ende zu beleben derjenige der jedes Jahr das Ende des Ramadan belegt der trainiert auch am Ende seines Leben mehr zu tun wer die letzten Nächte des Ramadans belegt und sich anstrengt dem verleiht Allah Kraft am Abend seines Lebens und wenn die Sonne seines Lebens untergeht dass er da Allah am besten anbetet und daher gehörte zu den Bittgebeten des Propheten dass er Allah angefläht hat lasse meine besten Taten die letzten Taten sein und lasse meine besten Momente jene Momente sein an dem ich dich sehe und an dem ich dich begegne also liebe Geschwister müssen wir diese Nächte nutzen mehr als die Vergangenen es ist eine Chance nachzuholen und ausschlaggebend für den Ramadan ist wie du dich vom Ramadan verabschiedest und so gibt es in diesen Nächten die Nacht der Bestimmung und einige der Sahara haben geschworen dass es die Nacht zum 27 ist wie Ubay ibn Ka'r Rabbi Allah es sagte sein Schüler der zu den Tabi'in gehörte Sir ibn Ubaish fragte ihn welche Nacht ist wohl die Nacht der Bestimmung da sagte er die Nacht zum 27 warum fragte er ihn da sagte er weil in dieser Nacht er die Zeichen gesehen hat dass die Sonne aufgeht ohne Strahlen aber die Gelehrten sagen es mag sein dass die Nacht der Bestimmung von Jahr zu Jahr wandert in diesen 10 Nächten und zu diesem Jahr als Ubay ibn Ka'r Rabbi Allah gefragt wurde war es eben die Nacht der Bestimmung wie dem auch sei sehr viele Gelehrte sagen es kann wohl eher 100% können wir es nicht sagen aber es wird wohl eher die Nacht zum 27 sein warum erwähne ich das um diese Nacht am besten zu beleben das muss ein Highlight werden die Nacht zum 27 darf nicht sein wie irgendeine andere Nacht das heißt nicht dass die Nacht zum 25 oder die Nacht zum 29 oder auch die Nacht zum 30 verwahrlost und vernachlässigt werden sollen nein ganz im Gegenteil belebe alle Nächte aber insbesondere die Nacht zum 27 muss eine wundervolle Nacht werden in deinem Leben möge Allah uns die Nacht der Bestimmung erreichen lassen und von uns die guten Taten annehmen liebe Geschwister ebenso müssen wir uns erinnern an die Pflichtabgabe im Ramadan und das sind zweieinhalb Kilo von dem was du isst bist du jemand der Reis isst dann suchst du dir deine Reiss Sorte aus welche Sorte isst du und dann guckst du zweieinhalb Kilo Weiß die du dann spendest pro Kopf in deiner Familie das heißt wenn du ein Vater bist dann für deine Ehefrau und für deine Kinder und die noch nicht geborene das heißt die Embryos im Leib ihrer Mütter die Geburt erleichtern für die ist es Sunnah Sakat und Füttr zu entrichten und Rasul erklärte dass wir es als Nahrung entrichten sollen ja es gibt einige Gelehrte die erlaubt haben es als Geld zu geben aber liebe Geschwister wie wir immer sagen bei Meinungsunterschieden folge der Ansicht deines Scheichs von dem du deine Religion lernst du darfst nicht rumspringen von einer Ansicht zur anderen so wie du es willst und wie dir es passt denn die Mehrheit der Gelehrten sagen es soll Nahrung sein denn schließlich lebte der Prophet in einer Zeit in der es Arme gab die auch Geld brauchten und es gab Gold und Silber es gab arme Kinder die auch ein neues Kleid kaufen wollten und trotzdem sagte der Prophet dass man Geld geben soll und deswegen folge deinem Gelehrten der eben das sagt was er abgeleitet hat aus Koran und Sunnah und wenn die Mehrheit sagen es soll Nahrung sein dann folgen wir ihnen sollte aber jemand Gelehrten folgen schon immer die aber auch Geld erlaubt haben dann dürfen wir ihnen das nicht dann dürfen wir sie nicht dafür angreifen denn es gab große Gelehrten die es erlaubt haben aber sicherlich ist dass die Mehrheit der Gelehrten auf der richtigen Seite liegt zum Abschluss liebe Geschwister sollte nächsten Freitag Reet sein dann sollten wir uns noch erinnern an einige Benimmregeln und zwar dass der Takbir also das preis Allah als den Größen mit dem Sonnenuntergang des Abends vor dem Eid beginnt also Donnerstagabend wenn Eid am Freitag wäre also dann sagt man Allahu die die ganze Zeit so oft man kann und zwar bis zum Beginn des Eid Gebetes zur Sunne gehört dass man frühstückt bevor man zur Moschee geht oder zum Gebetsplatz um das Eid zu verrichten ebenso sollte man einen Hinweg benutzen und einen anderen Rückweg und man sollte schöne Kleidung anziehen das sind einige Bedingungen liebe Geschwister für das Eid Gebet möge Allah unsere Tage immer mit Freude füllen und diese Ummah von Trauer beseitigen und Bedrängnis möge er unseren Geschwistern beistehen die in Not sind I I Ich I I I I I I I I A I I I I I استغلوها في هذه الأيام وهذه الليالي الفاضلة العظيمة لأن الحسنة بعشر أمثالها ثم أن الحسنة تضاعف كأنك قمت بها ثمانين سنة يعني ما يقالب الثلاثمئة ألف ضعف هذا أجر عظيم وهذا فضل كبير اللهم لا تحرمنا أجر علينا تقبل فأنفقوا لها للمسجد وتصدقوا أحباتي حتى يجد الأجيال القادمة المكان الواسع لأداء شعر الله سبحانه وتعالى وليتعلمين دينهم أعبتو يا أحبال يا мне شواء حتى ي desserts قوات الممكن Theres much reper dungeons تعالى واضعه ي إنسونه وليت كان في هذه الأسبوع يهدتم بشربة وظاله سيارة وليس عبليت نشخل في كثير أراني يجب أرون و 이건 чемلانها لمراك الدين أنه يجب في ي eram سنويها يملك أيضا يمكنكه يمكنك أن تهيضًا أو يملك نزال عندما يريول إلى سنقّد في هذه التركة Aerة التي تشترك لديه أمد أنظر لديه أمد أنظر أمد أنظر أنني بأس أعطيه أمد أنظر تبيت أمد أنظر أيدخائدي دعنا قبل القتال القضاء الليل 기 psychedel لديها تغسى أثنثين لا يتعطي أي تزالق أي فيه الأchsel يتعطون أيضا يستخدموا أيضا يعيشMayم تهم إليوا أنها他的 мнيل حتى يتعطون أنه مكمو يسمى ما خلط يملك كان II 저هاب وتحكم على اللج strawberries اشتركوا في المستقبل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بلغنا ليلة القضر اللهم لا تحرمنا من ليلة القضر اللهم اجعلنا من الفائزين في ليلة القضر اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القضر اللهم اكتب لنا ثواب ليلة القضر اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتلنا بعدها اللهم أصلح حال ذرياتنا من بنين وبنات وارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشري مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من أنفق لهذا المسجد المبارك اللهم مسع في رزقه اللهم افتح له أبواب الخيرات اللهم اشري مرضاه وارحمه تاه اللهم احفظ ذريته من بنينا وبناتك وارزقه حسن الخاتمة وتقبل منه الصدقات يا أبتلال والإكرام وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين